ترتبط مصر والجزائر بمساحة كبيرة من المصالح المشتركة على كافة الأصعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي إطار التشاور المستمر يحرص البلدان على دفع مسار العلاقات التونية والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة ومتابعة كافة قضايا الأمة العربية وتطورات الجارية على الساحتين العربية والأفريقية المزيد لدى الزميلة سارة نجيب أهلا بحضراتكم تجمع مصر والجزائر علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد في عام 2014 شهدت العلاقات المصرية الجزائرية دفعا كبيرا حيث اختار الرئيس السيسي الجزائر لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد انتخابه وهو من عكس إيجابا على العلاقات بين البردين وترتبط مصر والجزائر بمساحة كبيرة من المصالح المشتركة على كافة الأصعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية شهدت العلاقات تحسنا كبيرا بعد ثورة الثلاثين من يونيو بفضل اشتراك مصر والجزائر في منظور سياسي واحد وتطابق الرؤى بين البلدين في ملفات المنطقة يحرص البلدان على دفع مسار العلاقات الثنائية والتنصيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة ومتابعة كافة قضايا الأمة العربية والتطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في العراق وسوريا واليمن والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي في دائرة العربية والإسلامية والإفريقية توجد بين مصر والجزائر أيضا علاقات اقتصادية قوية تشمل استثمارات مشتركة بين البلدين مع إعلان مصر استعدادها للتعاون مع الجزائر في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا سيما في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون عام 2022 عاما للإقتصاد في الجزائر وتأكيده توافق الرؤى بين مسؤول الحكومتين في مصر والجزائر لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة التالية أما فيما يخص حجم التبادل التجاري بين البلدين فشهد ارتفاع بنسبة 21.5% خلال العام 2023 ليقترب حجم المبادلات إلى عتبة المليار دولار للمرة الأولى كما يحرص البلدان على زيادة حركة التبادل السياحي بينهما خاصة مع الارتفاع القياسي المسجل في عدد الصياح الجزائريين إلى مصر خلال العام 2018 حيث يتم تسيير 11 رحلة طيران أسبوعيا بين البلدين وتعد مدينة شارم الشيخ مقصدا مفضلا لسياح الجزائريين وتعمل القاهرة والجزائر كذلك على زيادة التعاون البحرين بينهما بالإضافة إلى تونس حيث يلعب قطاع النقل البحري دورا مهما في تنمية حركة التجارة بين البلدين وزيادة حجم الصادرات وجرى توقيع مذاكرة تفاهم بين حكومتين البلدين تتعلق بتفعيل أطر التعاون في مجال النقل البحري لم ينس الشعب الجزائري أن مساندة مصر لثورته تواصلت حتى حصل على استقلاله وفي المقابل لم ينس الشعب المصري لشقيقه الجزائري وقفته العظيمة الداعمة لمصر سياسيا وماديا حتى حرب أكتوبر 73 حيث كانت الجزائر ثاني دولة من حيث الدعم لمصر خلال الحرب وهو الدعم الذي يتواصل حتى الآن خاصة وأن العلاقات بين مصر والجزائر تعد نموذجا في العلاقات الدولية والثنائية الناجحة بين الدولة ترجمة نانسي قنقر